القوانين بالكويت وفي البداية دعونا نتكلم عن مفهوم القصور التشريعي في القوانين هل فعلا هناك قوانين تعاني من قصور؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وبهين استعين مشكورين على استضافة وإن شاء الله يسعفنا الوقت عشان نشرح لكم القصور التشريعي التشريع اللي هو القوانين القصور يعني قاصر من تأخر إلى آخر هذه النقطة دائما يكلمون الناس تقعدوا معهم يقولون لك القانون في ثقرة لا يسمى هوايد وهي مي ثقرة هي القوانين صدرت في تواريخ معينة يعني التواريخ مثلا قانون صدر في سنة الثمانين نعم ذاك اليوم ما كان في ثقرة نغطي كل جوانب الحياة شيء اللي صار؟ الأيام تطورت صور الجرائم تغييرت صور العمل تغير كل شيء تغير وبالتالي فيه هناك سرعة صح؟ نعم وما زال قانون كما هو نعم صح؟ فالحالات الجديدة قد لا يقطيها القانون لأن اكسباير انتهت مدتها أصلا مفروض انتهت انت تطورها انت ما طورتها صار في حفرة الحفرة هذه مو من القانون من التطور وثبات القانون على وضعها في سنوات قديمة هذه الثقرة الناس تسميها ثقرة المعالجة لها النقطة اللي هو القصور التشريعي على المشرأ أن يسرأ في مواكبة هذه المتغيرات بالقوانين الجديدة أو المواد الجديدة التي تجبر ذلك الموقف وشونا بالكويت المشرع إن شاء الله يعني أنا تكون صراحة صراحة؟ لا في عندنا غسور تشريعي كثير أنا أنا شخص على مستوى الشخصي أنا تكلمت في أشياء كثيرة جدا بس بالإعلام غير سبع قوانين بروحي نعم عالميا هل هناك فعلا تطور في وضع القوانين؟ ولا هذا الظاهرة بالكويت فقط لا 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 كل العالم يطور نفسه يطور طبعا إحنا عندنا مشكلة في المجلس المجلس والحكومة طبعا نفس الشيء هما مشارعين الطرفين نعم تعرفون لما يغلب على الجانب السياسي إذا غلب على الجانب التكنيكي اللي هو القانوني والتعديث القوانين نعم يصير في تأخر أمر طبيعي وإنت في العمل السياسي هذا عمل أنت تشتغل فيه وقد يجده لنفسه مبرر أنا ما راح أدخل في العمل السياسي بس أقصد يعني هو المنوط فيه أن يشرع فإذا كان العمل فيه صراع أنا بأصير أبي كذا باليقين سوف يعني ينسيها المساعدة تقعد تستغل الثغرات طبعا طبعا أنا حتى أعطيك أمثلة راح تستغرب يعني راح تستغلتنا أمثلة مثلا بس قبل الأمثلة هذه الثغرات من صالح المحامي أم من صالح القاضي شوف إذا تكلمت عن المحامي كعمل مهني مجرد إيه من صالحة تتكلمين مثلا أنا مثلا ما أطرح الفكرة أنا كحمد ما أطرح الفكرة من زمان من أطول عمري يعني يوم صغير أنا أطرح الفكرة لتحقق عدالة عدالة للمجتمع اللي بالضرورة سوف يستفيد منها موكلي هذا الأصل أنا لا والله الحين هذا صار موحل هذا الأصل الأخلاف أصل المهنة طيب صحيح أتفق معك فأنا بالنسبة لي أميل إلى الفلسفة القانونية أميل إلى جذر المسألة أميل إلى وضع قاعدة أو عمل قانوني معين يمكن لا يرى الآخر نحن نرى على مدى خمس سنوات تلاقيين آثارة مثل لما تشوفين المهندس تبتشترين أرض أنا الرجل تاجر بشتري أرض وبستثمرها أنا ما عرف هذا تلقح أو ما تلقح من أي بمتخصص صحيح إيه المهندس عنده فجن عنده رؤية نعم يقول لك إذا سوين هاي الأرض أخذها حق مشروعي أخذها أنا ما أدري عن شي بس أذق فيه أخذها ليش يقول لأن هذه أنا أقدر أطلع منها كذا وكذا وكذا هو يسولف كأنه يشوف المبنى نعم 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 بس إذا كنا نثق فيه بنمشي معاه صح بعد خمس سنوات يسر عندنا بورج صح نعم القانوني نفس القصة الطبيب نفس الشي لمن الوقاية خير من العلاج طرحي فجن رؤية جدام أنت تسمع كلام أنت بتستفيد نعم 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 لاحقام اللي تصدره هذا سير عندك رؤية لأنك متخصص نعم مثال يعني مثلا أعطيك مثال شديد يعني مثلا كان أنا طرحت شغلتين وكانت في جامعة الكويت في حضور ممثلي لكل يعني ممثل عن مجلس الأمام ممثل عن مجلس وزارة ممثل عن مجلس قضاء الأعلى نعم يعني مسألة أكثر من رسمي السلطات جميع السلطات بما فيها عمادة عمادة كلية الحقوق نعم فعملنا أنا عمل جديد اللي هو هذا العمل شنو نسلط الضوء على قصور تشريعي من خلال عمل مسرحية مسرح حلو والمسرحية تنتهي إلى المحاكمة أنا كنت رئيس الدائرة تمام فكنت أنا بالمسرحية بالمسرحية أنا الرئيس حلو أنا الرئيس المحكمة نعم زين وعندي حكم مفروض أنه في حكم صادر على الواقعة وأنا كاستئناف فألغيت الحكمه كذا وسويت توصية وهذا جائز عندنا في القضاء يوصي القاضي فأنا وصيت توصية على شكل تعديل قانوني يصحح المسألة الجميل في الموضوع أن الكل وقف وصفق يعني حق النهاية وأنا سلمتهم باليد باسمي حتى ذكر تفسيرية عرفت لماذا عد الحق هنا مثل تابعون أقول لكم شوف مثلا في قضية المال العام المال العام نعم عندنا إحنا قانون اسم حماية الأموال العامة صح هذا القانون جميل جدا وما ترك بيني وبينك لأن الحديث ما ترك شاردة وواردة أي يعني شلوه مثلا موظف عام هاي مكافحة الفساد الحين لا 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 هاي موضوع تكفر لا تدخلني فيه لا يا محمد خلنا فيد موضوع ثاني زين قانون لا قانون حماية الأموال العامة حالة مثلا المشترك ينصاد الأهمل ينصاد المستولي ينصاد اللي ساكت ينصاد اللي ما يبلغ ينصاد المفروض السجونة متروسة شكرا فالحين خلينا من هالنقطة قانون العامة ممتاز جدا جيد أنا لقيت عندي مشكلة تحدث مثلا ساعد تشتغل زين في وزارة معينة ما تشتغل غلط اشتغل مضبوط يعني وأنا رئيسك أقول لك سو ما تسوي أنا لما أقول لك سو أنا مخالف القانون بس عندي سطو عليك مديرك نعم أنت في أمام أمرين إما تصير من جماعتي نعم وتسوي غلط أو أنت رجل عندك كرامة ترفض أنت عندك كرامة ورفض شو سويت أنا فصل كم فصلتك تخذ مني ش كثر وقت ثاني وربع ولا شي أنت مظلوم والقانون يحميك نعم لأن الفصل هذا ما أتى على قد تضلوا ماي على مصلحة عامة وبالتالي مسألة شخصية أنا أنا أكرهك إذا استطعت تروح المحكمة الإدارية وتقوم أنت تلغي القرار جيد تلغي القرار لغيت القرار المحكمة عوضتك بعد رديت الدوام غصبا علي والدولة اللي هي وزارتي دفعت لك فلوس أنا حطيت تعديل إذا المحكمة أثبتت أن الخطأ مني خطأ فاحش والدولة تدفع لي هو شديد لأن عملت أنا بصفتي الدولة لكن أنا عدلت تعديل هذا اللي قدمت قلت إذا المحكمة اللي ردتك قالت أن الخطأ مني خطأ فاحش ولا كان يعني يتوخى المصلحة العامة تدفع لي الحكومة تدفع لك بس على الحكومة إنها ترد علي أنا وتدفعني البيضات ممتاز في الحالة هذه ما أحد ينظلم وما أحد يلعب بكارسية كلام سليم والتعديل حطيته حطيت مذكرة إضاحية وقدمت حق مجلس الأمة ووعدت وكان وقت الأمين العام سألمت هي اللي هو يعقوب الصانع هذا كان أي سنة هذا ب يابلت كم سنة لا لا 14 14 15 13 14 15 قدمت لهم حتى حطيت وتناشد المحكمة في التدخل فور هذا الحكم اللي أنا كاتده والتعديل كهو حطيته جميل جدا والمذكرة الإضاحية التعديل طال عمرك تعديلك سليم ومنطقي وحطيت التعديل أي نقطة انتعد بشارك لا محاط عليهم فسفوري لا ببدر هذا النص أهم شيء ننكل هذا بمسرحية على كل موظف صادتنا والله حطيتني أن كل موظف عام مستخدمت سبب بخطئه بإلحاق الضرر وكذا وكذا بقرام لا تغل ولا تزيد عن كذا وحطيت المادة كهية حطيت رغمها حتى لأن القانون عندي هي رقم خمسة جميل فأنا حطيت خمسة مكررة هذه الإضافة مالتي وحطيت المذكرة الإضاحية كهية كاملة مذكرة ليش سويت التعديل مسموه مذكرة ضاحية أقول لكم إذا ثبت للمحكمة توافر من الخطأ الشخصي بالنسبة للقرارات الإدارية التي يرد عليها قضاء الإلغاء وقضت في حكمها بإلزام الجهة الإدارية بالتعويض نعم التي وحالتك بالتعويض على إدارة الفتوى التشرع الرجوع على الموظف لأنها محامية الدولة عليها ترجع بعد ما تدفع لك ترد عليه الرجوع على الموظف مصدر القرار في ماله الخاص بمبلغ التعويض المدفوع وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تنفيذ الحكم مال التعويض ويعد التقاعص إذا كشتوا فعن الرجوع والمطالب بمبلغ التعويض جريمة من جرائم المال العام دخلتها في مال العام هو نفسه بحماية الأموال العامة ويحق لكل مواطن أن يبلغ النيابة العامة عن حصول تلك الجريمة في حال وقوعها فورا أثناء المدة المحددة لإدارة الفتوى التشريع والنهوض لتزاماتها في هذا الخصوص هذا التعديل ثغر هذا التعديل وحطيت رقمة وحطيت مكرر ومذكرة أقول لك صفقوا عليه واستلموا قالوا نوع دك طبعا ما صار شيء ما صار تأتي بس أل نصار أو لا ما صار اللي صار الحقيقة أن أبو يصف صار وزير يبي لأمتابة إن هذا اللي صار إنه صار وزير لكن التعديل ما صار تعديل ما زال عندهم على فكرة هذا مسلمة رسمي للجهات الرسمية التعديل الثاني طال عمرك مثلا عاسي بن يسال شوي هذا مؤلم عندي وقت عندك وقت فضل حاضرين حق الألم هذه جريمة هذه سويناها مسرحية أيضا وأنا أيضا حطيت حكمي عليها عدلت الحكم وكذا حطيت توصية وحطيت تعديل هذه شوي أبعي شرح عشان ما ثقل على العالم شرح سريم طفل صغير عمره ثلاثة أربع سنين نعم هو ربطنا أم أخذتها المستشفى تشيكوا الطبيب نادى الأم قال لها يا ابنت الحلال ولدت هذا معتذى عليه جنسيا طبعا الخيالة الآن مو صج لا ما عندي خيالات صج هذا أنا ريالة حط قاعدة بس أنا يعني برمج لحياتي النتيب إنت مصيبة أنا أقدم حل نعم نفس البرمجة هذه في القوانين تهيب لك مشاكل أحولها إلى حلول أنا يعني موسياسي تذري فيني ما لدي شغل بالقال وما قال أنا أقدم لك حلول نعم اللي أي إدارة ودها تسمع الكلام هي المستفيدة وإحنا مستفيدين الكويت مستفيدة إلى آخر نعم هذا الولاد أعتدي علي قال الأم شوي طقها عقرب وقرب خافت قال لها تعال يا بنت الحلال لأن أمر طبيعي مو متوقع شي الدكتور قال فيه جريمة يا ريت تروحين هني ما التحقيقات عندنا ما المخفر نعم اللي موجود بالمستشفى بلغي لشان تقول لها ما أقدر قال ليش ما تقدرين ولدتش معتدى عليه وهذا التقرير وراها كل شي مبين لشان تقول لها بصراحة الأبو أه أه أحين إذا صار الأبو صارت عندنا 19 ألف مشكلة رح تستغربون هذا القصور شون ما أحد يحمي الطفل إذا كانت هذه الحالة موجودة حتى القانون إذا أبو ما يحمي القانون لا إذا أبو ما يحمي القانون إذا أثبت شون شون ما يحمي القانون شلون تثبت من يقدم البلاغ من هو صاحب الصفة الأم والأبو الأم والأبو الأم خايفة والأبو المبلغ ما يبلغ بس لو افترضنا أن الأم بلغت الأم مبلغ الأم لا بشكل عام تستطيع الأم بس أم ما بلغت ما بلغت لن أسكر الباب هذا الأم تخاف من الأبو خايفة على ولدها وخايفة على الأسرة والقصة هذه الاجتماعية أنا عندي لبنة من لبنات المجتمع وتك أنا باجر هذا ما يشير فيه إذا أنا بسكت على هذه باجر مستقبل ما عندنا عيال لكن إذا الأم بلغت تمشي لإجراءات القانون نحن ما بلغت لأم بس إي هناك قصور ليش ما بلغت لأنا خايفة إنزين توني كنت أقول لو بلغ ينترد صحيح أفعلت عن الكلام أخي تكون الطبيب عنده قانون خاص فيه نعم شو بلغ عن الجرائم مادة 6 في قانونه حلو يجب على الطبيب ألا يفشي ألا ممنوع عليه يفشي أي يعني سرا خاصا وصل إلى علمه هو وصل إلى علمه هذا عن طريق تخصص هذا يقسمون عليه أصلا طيب أنا أعطيك المادة والشسمة والألف باجين دعا ليس كيف فش يصير فما يقدر سواء كان هذا السر عهد عليه أو اعتمنه كذا الطبيب إذا كان الإفشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة يكون الإفشاء لهما شخصيا يعني الشيء اللي يقدر تكلم فيه إذا كان الإفشاء بينه وبين الزوج والزوجة اللي مصلحتهم يقول لهم يقول لهم ويبلغ نعم إذا كان الإفشاء بقصد حدوث منع جريمة يعني قبل الله تقع الجريمة يقدر أما إذا كانت بعد ما يقدر اليوم الجريمة حدثت بعد لأنه صارت جريمة فبالتالي ممنوع على هذا باء جيم إذا كان القصد من التبليغ المريض في طبق القوانية يكون الإفشاء في حالة مقصورة على الجهات المختصة التي تعينها وهذه ما تخضع بالنسبة لك فإذا الدكتور ما يقدر ما يقدر شون عالجتها عالجتها في الحكم في المحكمة الواقع محكمة الواقع إن الأم ما شهدت جيمي قالت أمه ما أدري زين لأن شالي صار قولي كيف راحة المحكمة القضية بدون ما أحد تشتكه صحيح الطبيب خير نفسه ما بين الحالة الإنسانية اللي حالف على هيمين وما بين مهنتها فلما نبلغ راحة القضية للمحكمة صبرو شفت اللي نبلغ وطردو من القانون هذا نحن انطرد طبيب اطرد مرقزة معين مقال مقال انطرد دكتور خلاصنا قام يبيع تلفونات هاي كانت المسرحية زين والشكو راحت لما راحت في محكمة أول درجة أعطوه براءة اللي هو منه هو قال إن الأم قالت لي إن الأبو أعطوا الدكتور براءة لا دكتور راح خلاص خلاص الأب طلع براءة لأن الأم اللي هي أم الولد زوجة للرجل المتهم براحت المحكمة قالت لا أنا ما قلت لي تشذب طلع براءة الحين هذه القضية يعتني أنا جنايات استئناف بالواقعة بالمسرحية من اللي يقدم لا مش هي القضية من نيابة استئناف الآن أنا عندي الجريمة أنا لما نيت شيك الجريمة اقتنعت المحكمة بالكلام اللي قال الدكتور وبالاعتراف البكر التي أقرت به الأم للدكتور حين ما نشغل دكتور راح صحيح فأخذت أنا حكمي ما قلت صدرت حكمي صدرت حكمي يا ستي الحكم إلغاء الحكم مستنم فيما قضى به من براءة المتهم ومعاقبته وبالحبس المؤبد نص المادة تقول نفس المؤبد ما قلت أنا المحكمة تقول أورد دلة الثبوت أو الراسكم بعد طلع كذا كذا إنه هذا الرجل هذا يعني من حيثيات الحكم لماذا حكمت الحكم وأمام هامذر قد كشفت مجموعها إن الجاني هو والد الصغير والذي انقلب من ولي الأمر المجني عليه وحارس أمين على فلذة كبده إلى شيطان الرجيم نسى الله فأنساه نفسه وولده وانزلق إلى منحدر رذيلة لا يسلكه سوى إنسان غير القويم ولهذه الاعتبارات تأخذ المحكمة بأشد العقوبة وفق ما يسأتي بالمنطوق إعماله بنص المادة 119 جزاء كل من هتكى عرضا بالحيلة وبكذا نعم مؤبد خلاصنا حل نحن عندنا مشكلة اللي هنهيها لكم قبل الفاصل نهيها عشان نطلع فاصل قبل الفاصل نهيها نعم شفت القانون الطبيبي اللي ما يقدر ما يقدر ما يقدر هو حين سواها الرئيال وانطرد نحن الآن نحمل أطفال إذا من هذا الخطر يحق للطبيب ضفت بند ها أنا ضفت نعم شنوه إذا كان الإفشاء بقصد هذا خاص بالأطباء نعم إذا كان الإفشاء خاص بتبليغ السلطات العامة عن فعل يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء ارتكبها الجاني بحق إنسان دون الخامسة عشر أو معدوم الإدارة أو مجنون أو عتة أو لأي سبب آخر أو كان عاجزا عن إدراك طبيعة الفعل بالنسبة حقلي تحت تعرض له أو بصفته غير المشروعة نعم هني هذا استثنيت الحالة هذه أضفتها إلى الاستثناء اللي يفوق نعم يصير من حق كل دكتور إذا صار من أبو وما شتكو هو يستطيع أن يبلغ من غير ما ينطرد جميل وبدأ نحن بنطلع فاصل لكن سؤال واحد قدمت منهم ألا يؤخذ بشهادة الطفل لا هذه مسألة خاصة من محكمة ولذلك المحكمة الأولى ما أخذتها أنا أخذت ما هي مشكلة بس فهمتوا التعديل هذا مثالين قدمتهم بأدلتهم بتعديلاتهم بتوصياتهم بمحكمة مصورة كذا 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 وعندها لمصلحة المجتمع هذا مداشر بجلبنا شي يعني حقهم لكن ما صار فهذا قصور تشريعي إذا باشر صار في حالة من حالات وما تم التعديل شو تقولون شو القانون المعادل أنا مسبق هالمسألة ولان شو كلامك سي طلعوا فاصل عشان عندي أمثلة نطلع فاصل رادي ما زلنا معكم السمرين مع المحامي والأستاذ حمد المولى هو محامي بيئة تمييز والمحكمة الدستورية العليا سج بو بدر إلى الآن في قوانين بالكويت بالربية الغرامة بالربية والدف بالربية إيه لأي وربية كم آنة فيها مشكلة تصدر علي واحد بالقرامة أو بحداتين وبيش ربية كذا إذا بنفذها كمية الأوراق اللي تطلع عشان نحدد سعر العملة اليوم تخيّل يجزون تنفيذ يجز كتاب من حقه حق البنق المركزي اللي يسوي معادلة يرد الكتاب عشان ربيها أخيش تطلع ثلاثمين و خمسة و سبعين في السبع كيلة هذا قبل ليس الحين ليس اليوم ليس اليوم موجودة المادة ما تغيّرك وهذا اللي نقول لكم عنها أنا المفروض أواكب بس هذه نكتة مو نكتة يعني لا نكتة شاعد تكفى لا تشيشني خلني ساكد أنا معاهد نفسي بتكلم بهدوء لا يعني ليش ما تصير ديناري يعني شل مشكلة سؤال من حقي يوجه لي هذا تبعد محامي وبالتمييز لا مخف أنا لصيق القوانين زين أنا لصيق أنا عايزت و حجي بس أنا مو بيدي القرار بتحرف أنت القرار من حقه يعمل مسؤوليتا لا هذه الفعلة المفروض منها زين ما رأيتش هذه أبسطهم اللي أنت حين يستغرض حتهم لو مغيرهم ما تفرق معاين الأدهو والأمر الأدهو والأمر مثلا أعطيك مثال لا تكلفة الأوراق التي تصفونها على التحويل أكثر من ثلاثمية و خمسة سبعين ثلثة مثل جهد و فكر لا الموظفين يشتغلون لي ختمون و كذا يعني إيه نعم أنا هذه فكرة بس أحب أقول لكم إذا أنا كمشرع ما وقبت التطور تصير عندي هالأمور اللي تكلفتها أعلى من يعني تسعمية مرة أعلى من أني أنا لو أوقف دقيقتين و أغيرها فعلا أنتو تستغربون أقول لكم شغلة أنا مسوي حصر حق القوانين كلها تعرفون القوانين نحن مختصر الدستور نعم اللي هو شنو هي كالية القوانين أكيد وتحت القوانين لا يضع المبادئ العامة نعم صحيح اللي هي دستور نحن دستور الحياة يعني مرتبط في دستور الكويتي نعم جيد هذا الدستور ما تغيره لأنه جامد نحن عندنا وحالة مشكلة ثانية سياسية ما نشغل حين في الموقع عندنا دستور الكويتي يا تبي أو ما تبي نحن نبي هذا الموجود حاليا ما يقول دستور يا مشرع يعني سواء مراسيم اقتراحات يعني صادر من المجلس وزراء أو المجلس أمة نعم أنت من حقك تشرع كيفما تريد بالأغلبية بالتصويت إلى آخر في العملية السياسية نعم أنا ما يعنيني مجموعة فلان مجموعة فلان داخل البرلمان عملية سياسية نحن لازم نطلح لقاونين هذا كله شغل سياسي ما ليش شغل خيط نعم تعرفون ليش في النهاية مو هذا اللي أجد طالعه هم قاعدوا بغض نظر شتفقوا عليه في النهاية بطلعوا للقانون من يطلع القانون ويصادق عليه وينشر في الجراء صادق مشاكم نحن تفهمتم حلو المفروض أن كل القوانين التي تصدر ما تخالف منه الدستور لا روحا ولا نصا حلو عشان شيء يقولك نطعا بعدم الدستورية تسمعون نعم تتروح لمحكمة الدستورية المحكمة الدستورية تعمل أحكام أو عفوا مواد الدستور روحا ونصا على القانون هذا القانون أو بعض موادها تخالف فتلغي واضح ممتاز صار الحين الشغل 80% عندنا المشرع هو اللي يصدر القوانين نعم نحن أعطيش مثال مثال قانون مرافعات قانون المرافعات شنه قانون مرافعات قانون مرافعات وقانون إجراءات شنه هذا قوانين ينبعب قوانين إجرائية شنه تدخل المحكمة شنه ترفع الدعوة شنه عدد الاستناف وإلى آخر هي يسمونها مرافعات في كل غض ينظم كل أنواع القضايا مع عدل جنائي الجنائي ينظم قانون إجراءات الجزائية التفتيش والقرض شنه تسمعونه واخذ إذن وما إذن صحيح باختصار يعني هذا قانون مرافعات يعتبر قلب المحاكم أنا بروح رفع دعوة شنه نرفعها عليها سحط رسم قوانينها موجودة اللي هو القانون مرافعات كل التنفيذ شو في التنفيذ إلى آخر موجود وين الخطوات كلها إجراء إجراء بحث المادة 295 هذا بالستينات القانون قد يم شقا ماكو مشكلة شو في مثلا المادة هذه إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناء على التنفيذ راجعا إليه شخصيا ما فهمتو شي اعتباريا يعني غير موجود يعني شخص الاعتباري والشخص الشخص أنت شخص أنا شخص الشركة شخص اعتباري يمثلها شخص شركة مؤسسة يسمونه شخص اعتباري في القانون طيب يقول لك هنا أنتو يبقى ما حقه أنتو عندكم شركة هنأطيكم مثال قريب عشان يفهمون الناس ترى كلمات سهل علينا وعلى مشاهدة أنا سهل عليك جاي عندكم شركة شركة شاسمها على سبيل المثال موبايلات ممتاز وقعتوا مع الشركة من الشركات الكبيرة نعم وقعتوا عقد طلبوا منكم توريد وانتو حسب العقد من أحسن ما يمكن وردتوا ممتاز واشتغلتوا بس لكم تنكم صغار ها والمبلغ عود فبدأ الحسد ايه وشتون شغلهم مضبوط حاولنا نحط لهم ثقرة ما شاء الله عليكم شطار بالإدارة لا تطوي ذاتكم منو خذها الشركة اللي تعامت معها العودة سويتم رحت المحكمة حقيت محامي ورحت المحكمة نعم دفعت حق المحامي ودفعت الوقت اللي علم وصدر الحكم لصالحك ثلاث سنوات ثلاث سنوات ايه ثلاث سنوات سنتين ونص هذا بس سستم نعم مو بيدك يعني سستم نايب بحث هذا قصة ثانية اذا تبيلها لا لا اذا تبيلها انا ما عندي حلول أنا عندي حلول لها بس يعني موضع شوي عود المهم المهم رحت انت رجل محترم وتعلم اننا لا يبود احنا البلد ومقابل في قانون في محكمة حقيت محامي دفعت فلوس نطرت يا ولد الحلال تأخرنا نعم وصدر الحكم بعد ثلاث سنوات حمد لله رح بتنفذ قانون يقول لما تينفذ تنفذ من عليه الشخص الممثل الشركة هذا المادلة تقول ممثل الشركة عدل ممثل الشركة أنا ممثل الشركة لا لا انت نفذ أنا حين أنا محاميك كسبت الحكم الآن بنفذ على الشركة الشركة طوفة ما تنفذ عليها تنفذ على ممثلها اللي هو المدير صاحب الشركة فأنا نفذ عليه فواحدة من وسائل الضغط حبس أبي حبسها عشان يدفع فلوسنا نعم ايش يصير شوفوا هذا المادة تقولك إذا كان المدين شخصا اعتباريا المدين اللي طالبونا شخصا اعتباريا عن الشركة خاصة صدر الأمر بحبس من يكون شي صير إذا أنا بنفذ حكم الحبس ما تحد نفذ على شركة بابو طوفة سكرها أنفذ على اللي يكون ومن يكون الامتناع التنفيذ يعني كل ما أنا بنفذ هو يتهرب منه الشخص المدير صح في الحالة هذه أبي أنفذ عليه التطور النصبي أنا أقولها بكل احتمال الآن النصب صار فن وبيني وبيني كون نص في نصفق له وماشاء الله ذكي يسمونه مع الأسف لذقابة القيم هيتطل عندنا ما لأسف في التنفيذ اللي عمره فوق 65 سنة ما يحبس المدني مو في الجنائي هذا مدني يعني ما أقدر أحبس واحد أو أطلب حبسه إذا كان عمره فوق 65 أول مرة أسمع القانون هذه جديدة نفذ تمنع سفر تنفذ على حجز حيث تحفظ تحفظي تنفيذي يحجز بنوك بنوك إلى آخر بس ما تقدر تحبسها فوق 65 سنة شباب ترى في الوقت الحالي الحين شباب بس شوف شلون تلاعب فكرة النصب العالمية مثلا في الكويت عندنا بيموجب هالمادة الشي قام يسوون نعم أنا المدير ولاعب لعب وما أنا معطيك وقعد ألوعك المادة تقول أنا اللي نحبس شا سوي أنا شا تسوي أغير المدير أي واحد مدير وهمي ميت حي أنا مادري ساكن في كندا ألو وخلي أهو المدير جيد؟ لا مجيد لا أقولك فاهمين كلامي يصير يعني لكن ما يقولك الحكم كان على المديرة السابق يعني أنت شون يبت مدير الحكم يصدر على الشركة اللي يمثلها اليوم طلع شهادة وإلا حاط واحد عمره 80 سنة 80 سنة بتتسوي عليه حبز ما تقدر قانون يمنعك تحجز بنوك هاي قصة مع حبز بنوك أنا مشكلة لأن يخالفون القانون بس بمشيها التقرير لي تقرير ما في الذنب في البنك يقول ما عنده تمنع سفر وهو مو بالكويت بتنفذ على الشركة وهمية مو وهمية مو موجودة بالأوراق فلوسكم من راحت بالهبني راحت راحت صحي هذا أنا شكلت شكلت كاد أقول هذه المادة إذا كان مدين كذا اعتمارا راجعا إليه شخصيا بدلا ما أحط اعتبارا شخصيا أنا بتعديل في هالمادة أن ينفذ على الشريك صاحب القدر الأعلى لأنه صاحب المصلحة في كل هاللعب لما ننفذ عليه تنتهي السالفة مو موجودة هذا موجودة كنت بس الشخص الاعتباري وقلت لك حل الحين ما للنصب فلوسش راحت وغيرت 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 كاهم ملفات موجودة بالتنفيذ ما قانون ما يسعف وهذا الفيلم إلى الآن مستمر شقا هذا البند مو موجود في السابق كان هذا غير نمونة لأنه فيه كرامة فيه أخلاق فيه قيم يدفع فلوس بس تقول له هذا بس انذار الدزلة يريد يدفع لك الآن صارت قضية النصب لا يجب هذا يتعالج لأخلاق صحيح تقوم الدخل منه مو بس المدير الدخل الشريك صاحب الغلة الكبرى وهذا ما يسعف إلا في شريع وإذا ما صار التشريع راح يضي القصور وما زال موجود والناس كلها تعاني وأصحاب اللي يعاني تدري منه اللي احترم الدولة واحترم قوانينها واحترم المحاكم وراح ودفع وتأذى هو الشخص الذي يظلم لأنه ما يقدر ينفذ حكمه بسبب هذه العراقيل فضلا لازم أقول هذين قوسين نعم فضلا عن أن اليوم إدارة التنفيذ يعني في مسألة تنفيذ الأحكام أو السلطة المعطى إليها أو السلطة اللي هم ابتدعوها خارج النصوص القانونية أيضا داخل التنفيذ في الكذا اليوم صارت الدائرة أوسع فبدت الناس تتضجر كلمتك صعبة وقوية أبو بدرياني يعني كأن الحين صار المحترم ما يقدر يحصل على حقوقه كأن القانون الآن لا يخدم حلها أنت لا يخدم المحترم من اللي راح فيها المحترم أو النصر المحترم راح صح زين أنا شنو دوري كدولة المفروض أعدل من هالأمور عشان أحد من النصر نعم أحد من العصابات أحد من هذه المسائل نعم وهذا سبب التعديل من هنا يصير في قصور تعال في عندك شيء ثاني أعطيك مثال أنا خافي إدركنا الوقت وبدر وما تكلمنا عن أمور ثانية هنا قوانين لم تستر أو قصور تشريعي لي قوانين لم تستر مثل تجريم بعض الأعمال مثل السحر هذا هنا إنتوا كمحامين هل قدمتوا شيء؟ أعد الشيء بشيء يذكر أنا سنة من السنين ياتني قضية أوكي راح أتحفظوا الحين بالأسماء أو حتى الأماكن زوج وزوجتي واني المكتب هذا اللي عندهم مشكلة في أن أحد نصب عليهم بس الوسيلة المستخدمة في النص طبوب وساقوة أنا عارف الأسماء دخلوني فيه قم تعرف قص بنعلي قم تقرأ ما هي مشكلة نحن هل حق يا أستاذ كل ما يتيك قصة راح تدرسها أنت جوانبها طيب إن دخل يعني هاي الطريقة عشان تكون بس واعي المسألة القانون ما يحمي المسألة قلت لها يا ابو أتدري شلو أنت أنت شحق أتعور رأسك سولف لشي الموضوع استغربت يا شباب أقول لكم شي ضحك دم عين يا ابو قلت لقولي إيش صار الموضوع فقع يسؤلوا تيك 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 بعدين فجأة نط للسنة اللي إحنا فيها معنا السالفة هي قبل ثلاث سنين فيقول لي شلون صار والقصة وكذا وعمل وكذا بعدين فجأة يقول تشنيك قلت لها في ثلاث سنوات دروب ورحوا مو موجودة بذكرتك زوجتا قالت بس هالي عرف ما يدري قاعد مستسلم الآن جدامنا نعم فقوا منا السحر هين شلون طريقة بس طبيعي هو لكن لما هو طبيعي يشرح يصار متذكر ما راح يتذكر الفترة هو متذكر كل شيء بس مني يحق الثلاث سنوات الأخيرة يطمرها أخاف متعمد يطمر خسران ما كلهو شو متعمد أنا عرفت القصة نعم ما بتخرب التفصيل هذا الموضوع وايد يمكن مؤذّم الناس لا يجرم القائل لا يجرم السحر شون الحل شنسوي طال تشريع لازم طال تشريع حط جوانبا كلها على الأقل الأمور الخاصة في العمال التحضيرية لا احتيال لا العمال التحضيرية يعني لما تقضض على ساحر وتلقى عندك كل هالأمور هذا أطسط شيء لازم تنص عليها الأشياء يسمونها عمال التحضيرية في حلول نسميه محتال لا 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 محتال يدخل لا لا سحر سحر لا لا نحط إحنا قعدوا معايش عايزت وانا حط حلول أصلا سهل سهل لا لا سهل سهل تدري ما فعلت؟ هذا رجعت لها فلوسة نعم لكن كيف حال التصرف اللي صار بغض النظرة عن السبب اللي هو السحر اللي ما يغطي نعم أخذت هذا التصرف هل يوافق القانون ولا لا هل لما وقع دفع له ولا ما دفع له رحت في الجانب الإجرائي المتوفر بالأوراق نعم ورجعت لها فلوسة ممتاز مو هذه المشكلة لا نحن مو هذه المشكلة بالضبط يفرض شيء ما فيها النقطة نعم بالضبط اللي مثلا يقعدون يخربون بيوت الناس صح صحيح مثلا قد يكون هذا الكلام يعني سنت رديت لحقي خلاص معنات أنت حليت الموضوع حليت لأن فيه أوراق لشخص أنت قاعد تسألوني عن منظومة السحر بشكل عام منظومة السحر ما لها قانون ما لها قانون طبعا أبي أقولك شيء حتى موضوع السحر أنا عندي راي ترى مو كله مثل ما أنتو تشوفونه مو سحر لكن عشان أسكر الباب حتى شريع حتى لو كان التشريع قاسي أخوف الناس صحيح اللي متردد ما يروح أحسن واللي راح يرد فاهمين نعم لأنه أنا لو ندخل في موضوع السحر لا عندي أعراء ثانية نعم هذا يبيل حلقة الضبط يأكل خمال إيد اللي راح هذا أنا أقول حلقة ثانية إن شاء الله والآخر بس أنا أعطيكم أعالج أنا أسكر صحيح نعم نحن بنبخر بعد ما تطلع لا إن شاء الله توعدنا بحلقة ثانية نتكلم عن أمور كثيرة بعد في جزئية لازم أقول هذه جزئية نخلي الحلقة لا نتفه ما نطول شوف مثلا أعطيكم مثال الحين هذا الموضوع عفوا هذا الموضوع موضوع في الأول وآخر صار فيه ناس يعني متمثلين في الجنس وما الجنس وصارت مشاكل وحاجة شيء كبير جدا في الكويت صح سريع سريع صح إحنا ضغطنا ضغطنا طلعوا قانون تعرف يعني هذا القانون طلعين مستحي يعني مشرع مستحي بس مجبور عرفت عشان ليه قول أنا مطلعنا شوف الصياغة المفروض هذه حالة جديدة أو لم حالة جديدة مقابل مقابل جديدة الحين اللي يتباهى بأنها مغير جنسة نعم ما ينخش هو متباهي صحيح قبل كان يستحي المجتمع يرفض إلى آخر ومو صحيح نعم الآن صارت ظاهرة موجودة كيف عالجها شوف المشارع يسوي قانون رقم 2007 لسنة كذا قانون الجزاء في المادة الأولى يستبدأ النص المادة 98 وبعدين من أتى إشارة فعلا مخلا هذا موجود بالسابق فيما كان عام بحيث يراه ويسمعه فيما كان عام أو تشبه بالجزء شكرا دخلين ما العلاقة هذا بهذا بالضبط يعني أنت أفرز لقانون علاقة المواد ودخلها بالجزاء بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مد لا تجاوز سنة وبقرامة لا تجاوز ألف دينار تشوف دينار لأنا يديد موربية على طول أو بإحدى هاتين العقوباتين تدركوا المشكلة كأن المشرع يستحي ما يبي مع أن تحت شكاتف المذكرة الإضاحية شفتي مذكرة شكبرها الإضاحية أنا أنا كاتف ثلاث صفحات شيء مثل هذا يمس البلد أربعة صفحات حي مذكرة مو مشكلة بس يعني يقول شوف تشبه الجنس بالآخر مستنكر ومنهي عنه شرع وقال رسول الله لعن الله المشبهين وقال الرجال فقد أتى على سد الثقرة ونص بصورة صريحة أن تجريم الجنس لآخر قصة لا الحين هذا الكلام أقوى من النص أين الرجع وين الجزاء نحن رضينا رضينا ينحدث شهر سنة عفر سنة أو بإحداثين عقوبتين أو ألف أو ألف أو بإحدى يعني ممكن أن أقاضي أعطي ألف نعم أنا مثلهم كلاما مو صحيح حاليا كلهم يدفعون هو أنا مشكلة ما حالت المشكلة أول شيء غرامات ماكوا أنا هني عندي والحبس أنا بسوي جناية حقي لا تسوي ما تبيطلع برا لازم تخرب عيالي ولا أنا أصفق العالم مطور لازم أنا أمشي بحمراء يعني نعم طبعا أنا نتكلم فيه بشكل موسع حتى من أحيان شرعي راب عليه بسكر الباب هذه الجزئية الآن سؤال بعد هذا القانون ما رأيكم هذه المسألة زايدة ولا ناقصة لا زايدة وين الوزارة ما تطبق القانون إحنا رضينا فيه روح أواطي ينازل يعني نعم ما تطبقه هذا قصور ولا مقصور هذا قصور في شنو قصورين لأن حالة جديدة وإنت آخر شيء قررت أنك تسوي تسد القصور حطيت القصور في قصور لماذا؟ نحن ببدر كلامك على مجرمه بس إن شاء الله راحتين بالحلقة القادمة يعني حدتها بعدين أنا حاضر واللي تامرون فيه وسامقوني على القرقى ونشفت ريج كما أنا أدري بس مشكلتنا نحن لنشفت ريج لا بالعكس لأننا طرح نحن دائما مشكلتنا طرح فلسفي أكثر لازم أعطيكم أبعاد وأسباب وشلونية عشان العالم تفهم لأنه نص جامد في جيل فحاول أفكك يعني إحتاج أحلى شيء الأمثلة التي أعطيتنا إياها شكرا لكم حامد المولى على هذا التوضيح وكل ما قدمت لنا وأيضا كل شكر لكل من تابع حلقة اليوم نشوفكم إن شاء الله باتشير على خير ومع السلام مع السلام إياكم الله اشتركوا في القناة